في إطار مكافحة الإرهاب أعلن المغرب تفكيك شبكة إرهابية تعمل في تجنيد وإرسال مقاتلين للانضمام لداعش بمنطقة الساحل جنوب الصغراء وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد ألقي القبض على أربعة أفراد في مدن طنجة والدار البيضاء وبني ملال وأنزكان ونقلت الوكالة عن مصدر في السلطات الأمنية بأنه تم ضبط معدات إلكترونية ومبالغ مالية وأسلحة في منازل المشتبه بهم تأتي هذه العملية في سياق مواجهة تنامي الدعوات التحريضية الصادرة عن تنظيمات إرهابية تدعو للانضمام والالتحاق بمعاقلها خصوصا في منطقة الساحل من الرباط تنضم إلينا مراسلتنا عفاف بوشيخي عفاف مرحبا بك معنا تفاصيل هذه الخلية التي تم تفكيكها مساء الخير سياة نتحدث عن أول خلية إرهابية يتم تفكيكها منذ بداية السنة الجديدة عام 2024 زمنيا تفكيك الخلية وحسب ما جاء في بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية وهو المكتب المختص منذ العام 2013 بمحاربة الإرهاب وتعقب الخلية الإرهابية العملية الزمنية امتدت منذ أمس وحتى صباح اليوم يعني على مدى يومين تم خلالها تفكيك ما وصفه المكتب بخلية إرهابية مكونة من أربعة أشخاص أعمارهم تتراوح بين 35 و40 سنة ينتشرون بمراطق مختلفة من المغرب شمالا نتحدث عن مدينة طنجة وسط بمدينة الدر البيضاء وابن ملال وباتجاه جنوب المغرب تحديدا بمنطقة إنزجان الأربعة وحسب البلاغ دائما كانوا ينسقون مع قادة تنظيم داعش في منطقة الساحل والصحراء من أجل تسهيل عملية تهريب متشددين للانتماء إلى التنظيمات الإرهابية هناك إذن كما قلت هي أول خلية إرهابية على صعيد السنة الماضية كان المكتب قد فكك ست خلايا إرهابية وتمكن من اعتقل 21 شخصا دائما في إطار ارتباطاتهم بجماعات متطرفة وخاصة بتنظيم داعش بمنطقة الساحل والصحراء وهنا أشير إلى أن هذه المنطقة تحديدا أصبحت تشكل في السنوات الأخيرة مصدر الخطر الأكبر بالنسبة لشمال إفريقيا حيث انتقل تأثير تنظيم داعش من منطقة الشام بسوريا والعراق إلى هذا المعقل في الساحل والصحراء وهو يطلق دائما دعوة تحريدية عفاف للمغرب جهود واضحة في محاربة الإرهاب وطنيا ودوليا أيضا ما هي الاستراتيجية التي يتبعها المغرب حاليا؟ بالعودة زمنيا سنعود تحديدا إلى السادس من ماي أو سادس عشر ماي عام 2003 حيث شهد المغرب أكبر عملية إرهابية في تاريخه أنذاك بمدينة الدار البيضاء عجلت بوضع استراتيجية تقوم آسية على مقاربة أولا اجتماعية واقتصادية تدمج الأشخاص خاصة المهمشين والمعرضين لأن يكونوا ضحايا للفكر المتطرف ثم هناك مقاربة دينية عبر طبعا التوعية والإرشاد الديني ومقاربة أمنية ترتكز على الضربات الاستباقية يعني منذ العام 2002 تحديدا تمكن المغرب من إحباط 500 مشروع إرهابي حسب مجاء أواخر السنة الماضية في بلاغ لوزارة الداخلية وتمكن من تفكيك 512 أو 12 شبكة إرهابية هي إذن ضربات استباقية مكنت المملكة منذ العام 2003 ربما من تجنب حمام دم جديد نتحدث منذ ذلك الحين عن ثلاث أو أربع عمليات إرهابية شهدها المغرب بخصوص كذلك الجانب الاستخباراتي العام المغرب دورا هاما راكم تجربة مهمة مكنته كما قلت على الصعيد الوطني من تفكيك الخلايا وتجنيب المغرب حمامات دم عن طريق عملية إرهابية وأيضا دوليا إما عن طريق التعاون الاستخباراتي مع القارة الأوروبية ونتحدث عن آخر عملية كان هناك تنسيق مغرب إسباني أطاح بالشبكة بين البلدين كانت تخطط لقيام بعملية إرهابية بالناظور وبمدينة مليليا المحتلة أو عبر لعب دور كبير في الهجمات التي شهدتها باريس عام 2015 حيث أوصل السلطات الفرنسية إلى العقل المدبر لإحدى تلك الهجمات كذلك على الصعيد الإفريقي شارك المغرب في عملية تحرير رهائن الخارجية أو الولايات المتحدة الأمريكية تربطها أيضا علاقات على هذا الصعيد مع المغرب هو كذلك يلعب دور فاعل في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش ترأس المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب لثلاث مرات متتالية أيضا يستضيف المكتب الإقليمي للأمم المتحدة من أجل مكافحة الإرهاب والتدريب على الصعيد الإفريقي وبالتالي هناك اعترف دولي بدور المغرب عبر استراتيجيته التي قلت إنها تقوم على أربعة ركائز في محاربة الإرهاب ليس فقط على الصعيد الوطني وإنما كذلك على الصعيد الدولي أسيا شكرا جزيلا عفاف بوشيخي على هذا الموجز لهذه التفاصيل والمعلومات من الرباط ترجمة نانسي قنقر